أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق المجلس على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية وخلال مؤتمر صحفي اليوم أشار مدبولي إلى أن الحزمة تشتمل على إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي حيمكن أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي حيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية أول حاجة أنه هو إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة حتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات وحتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا ودي حيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات أيضا الموضوع الثاني طبعا قرر أيضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوة الاستثنائية ده يبتل 300 جنيه أن يكون الحد الأدنى يرفع الحد الأدنى للأجور يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه وبالتالي ده طبعا أي حد وده حياسري طبعا بالتبعية على بقية الدرجات المالية المختلفة بحيث أنها هيبقى فيه زيادة متدرجة لكل الدرجات المالية بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور وخلال المؤتمر الصحفي أشار مدبولي إلى أنه يتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات التي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة كما أكد مدبولي استمرار الدعم المالي للأسر على بطاقات التموين وذلك حتى 30 من يونيو القادم بصينا لزروف القطاع الخاص وهي أن طبعا يعني حيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات التي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة الرهنة وبالتالي دي يمكن حيتم الآلية واضحة بحيث أنه يتصرف برضو دعم مالي لعلى الأقل لغاية 30 ستة القادم للشركات أو الإعمالة التي في الشركات تعثرت أو توقفت بسبب الأزمة وده طبعا مرهون بأن عدم تسريح هذه العمالة وتم تكليف معالي وزير المالية ووزيرة التضامن ووزير القوى العاملة بوضع الآلية اللي حيتم الإعلان عنها لهذا الشأن علشان برضو يستفيد منها العمالة اللي موجودة في هذه الشركات الموضوع الحقيقة اللي بعده برضو تم التوافق على إن شاء الله حيكون استمرار العمل بالحزمة اللي يعني الحقيقة كنا أعلن عنها في الفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حضركم تتذكروا اللي هي بشرائح تتروح ما بين 100 و200 و300 جنيه اللي بيستفيد منها أكتر من 10 ونص مليون مواطن والحزمة دي الحقيقة كان التوجيه إنها أو التكليف والقرار السابق إنها كانت حتنتهي 31-12 ولكن تم الاتفاق إنها هتستمر لغاية 36 قادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة